السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير نظر المستشركون إلى هذه الآية الكريمة رب جعل هذا بلدا آمنا ونظروا إلى سورة إبراهيم فوجدوا فيها رب جعل هذا البلد آمنا وقالوا أن في القرآن تكرار كلا ليس في القرآن الكريم تكرار حقيقة الأمر أن هذا ليس دعاء واحدا ولكنه دعاءان الدعاء الأول كان في وادي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان فجاءت بلدا نكرة وبعد أن سكنت جرهم وتحول الوادي إلى بلد مكة المكرمة دعاء إبراهيم عليه السلام فجاءت البلد معرفة بأل فليس هناك حرف ولا حرقة إلا وله دلالة ومعنى في القرآن الكريم وهذا بالتأكيد من إعجاز القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر